هذه الحافلات تقل مدنيين نازحين من مدينة ماريوبول الأوكرانية الوجهة هي منطقة زابوريجيا أو مناطق أخرى من البلاد لكن للمرة الثانية تفشل هذه القافلة في الخروج من المدينة التي تحاصرها القوات الروسية وحسب السلطات المحلية فإن الجيش الروسي واصل قصف المدينة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو للسماح بخروج المدنيين كانت هناك محاولة إجلاء لكن القتال استمر لهذا السبب لم تكن هناك فرصة لإخراج الناس بأمان من المدينة نفهم مستوى التهديدات أثناء العمليات العسكرية على طول طريق القافلة الإنسانية على طول هذا الطريق اصطفت الحافلات أملا في توقف المواجهات والسماح لها بالمغادرة في أمان لم أعد خائفا هناك الكثير منا سنجد طريقة لتغلب على هذا الأمر السلطات الأوكرانية تقول إنها تحاول إجلاء أكثر من 200 ألف شخص من ماريوبول عبر فتح ممر إنساني وافقت عليه روسيا لكن بعد وقت قصير من ذلك تجدد القصف وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن من بدأ بخرق وقف إطلاق النار في المنطقة فالجانب الأوكراني يقول إن الروس واصلوا إطلاق النار في مكان المدنيون يتجمعون لتشكيل موكب للمغادرة اتهامات ينفيها الجانب الروسي ويقول إن الطرف الأوكراني يستخدم المدنيين دروعا بشرية موسيقى